عاوز أقول شيء آخر إنها كانت بداية لسلسلة معجزات بين الأمم لاحظ بحسب بشارة متة بيتكلم إنه خرج من تخوم صور وصيدة وجاء إلى البحر الجليل في وسط حدود المدن العشرة المدن اليونانية الرومانية كانوا تسعة موجودين في جهة الأردن اليوم ووحدة من الجهة الأخرى للأردن وجاءوا بأصم أعقد وطلبوا أن يضع يده المهم من رب يسوع شفاه وبعدين قال له انفتح وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيم بهته في آية 37 إلى الغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا هاي الكلمة بتعود لسفر التكوين الإصحاح الأول عمل كل شيء حسنا جعل الصم يسمعون والخرص يتكلمون لاحظ وبعدين بيصنع معجزة إشباع أربعة آلاف رجل من سبعة أرغفاء وسمك قليل أو صغير بحسب بشارة متة مكتوب أيضا إنه انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل من الجهة الأخرى وين القدريين والمدن العشرة نفس الشيء بجهة الأردن وجلس هناك وجاءوا جموع كثيرة عرج عمي خرص شل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرص يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمية يبصرون لاحظ الكلام ومجد إله إسرائيل هذه اللي كان بيفاموه في تلك الأيام إله إسرائيل إنه إله حي إله شخصي إله العهد فلما شافوا كل هذه الأمور مجدوا إله إسرائيل وعمل شيئا حسنا بيننا هذه المعجزات اللي حدست في مناطق الأمم مبتدئا بشفاء ابنة المرأة الكنعانية واستمرت سلسلة هذه المعجزات فإذن أحبائي عندما نقول المسيح ليس مجرد أقوال ولا افتعال ولا تعصب عندما يعني من السهل إنه الواحد يقول أشرف خلق الله واللي أحسن أو خاتم أو إلى آخرة لكن اسمع يعني المسيح مش بيتكلم كلام لكن جابوا العمي شفاهم الخرس خلاهم ينطقوا العرج مشوا كل أنواع المرضى هاي المعجزات صنعها بين اليهود ونفس هذه المعجزات هو صنع معجزة إشباع الألاف عند اليهود أشباع خمسة ألاف رجل ما عدا النساء والأولاد يعني العدد كان أعداد رهيبة ممكن تقول 20-30 ألف شخص ونفس الشي عند الأمم كمان أعداد رهيبة أشبع الأمم أيضا رسالة يسوع هي رسالة لليهود ورسالة للأمم أيضا ترجمة نانسي قنقر